يقال ان الغزو الثقافي والفكري وحرب اللغات لا تقل خطورة عن الحروب العسكرية لذلك يعيش الشعب اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي على وقع محاولات حثيثة من قبل النظام الايراني لتغيير هويته العربية وتغييرها بالهوية الفارسية وتوطين الثقافة والفكر الايراني الطائفي المنحرفة في اطار الحرب الفكرية ضمن المخطط التخريبي في المنطقة ووهم استعادة الامبراطورية الفارسية ومن تجسيد الغزو الفكري والثقافي الذي يمارسه النظام الايراني في شمال اليمن وبالتحديد في صنعاء ما تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي عن اعلان لقسم اللغة الفارسية بكلية اللغات في جامعة صنعاء الخاضعة لادارة بليشيات الحوثي يعرض عددا من الامتيازات للراغبين في الالتحاق بالقسم بعد عزوف الكثيرين من الطلاب اليمنيين الالتحاق بهذا القسم الذي استحدثته الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية ومن تلك الامتيازات بعد انتهاء الطالب من المستوى الثاني يحصل على فرصة للسفر الى ايران خلال الاجازة الصيفية لالتعرف عن قرب على اللغة الفارسية والثقافة الايرانية وفي حال تخرج الطالب من المستوى الرابع بتميز يحصل على فرصة استكمال دراساته العليا والابتعاث الى ايران كما ان الميليشيات الحوثية اطلقت خدمة اخبارية باللغة الفارسية عبر نسخة موازية في منصة وكالة سبا الرسمية الخاضعة لسيطرة الميليشيات بصنعها ضمن الخطوات المتواصلة وفرض هوية فارسية في التعليم والاعلام نهيك عن بث اناشيد باللغة الفارسية على احدى قلوات ميليشيات الحوثي يسترجعون ذكريات اطفال المجندين في الجبهات يؤدون اناشيد باللغة نفسها في مسعى منها لايراق المجتمع اليمني بالثقافة الخمينية يذكروا انه بعد عامين من انقلاب بيليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة في عام 2016 شهدت جامعة صنعها تخرج اول دفعة في كلية اللغات قسم اللغة الفارسية عام 2020 التي اطلقت عليها اسم دفعة قاسم سليماني وكان قد شدد اكاديبيون يمنيون على ضرورة الاهتمام بالجيل اليمني ووجوب تحصيله بالثقافة والفكر العربي الاسلامي والحفاظ عليه من تهديدات المخطط الايراني الفارسي الذي تنفذه ميليشيات الحوثي في اليمن